أسألك عن جزئها مهمة جداً وهي تصرحات مسؤولي سان داونز والمدير الفني تحديدها تصرحات مختلفة شوية يعني ببداية الأول مباراة مباراة الزهاب كانت تصرحات كلها في إطار الإيجابي الأهلية أكبر نادي تصرحات المعتادة من المسلمين يعني مبارح زي ما قالنا زي ما قالنا العزيز فاروق صلاح من شوية في المداخلة من هناك قالنا أن التصرحات تغيرت نسبياً والراجل أكد أن احنا حنقدر نكسب النادي الأهلي بنتيجة أكتر من 2-0 وأن تصرحات كلها بتدي دافع كبير جداً للجمهور أنه يجي ويحضر ويقازر كيف ترى هذه التصرحات بشكل كامل؟ تصرحات طبقية جداً تصرحات عادية جداً أنا لما كان الأهلي جاي وخسران 1-0 كان عندنا قابة 5-0 كان فيه أمل أن الناهل يكسب 6 وعلى أقل يعدل النتيجة يعني وإلا ما يلعبش المباراة ده طبيعي جداً لازم ينقل الأحساس ده للاعبته لازم ينقله لجمهوره لازم ينقله للمسؤول النادي لازم ده يبقى موجود كل الفرق اللي خسرنا 2-0 عندها أمل أن تكسب 3-0 يعني بإثناء ماتش زمالك والتراجي اللي هو 2-0 يعني زالي قدر الله لو التراجي كسب 2-0 نتمنى لفوزه الزمالك طبعاً إن شاء الله كفريق مطري ونتمنى أن يوصل الآن للمباراة النائية يعني بإذن الله لكن إن شاء الله يعني لكن إذا موسيماني بيقول الكلام ده فده طبيعي جداً وده متوقع جداً وده عادي جداً بالنسباله والأهلي برضو بيقول أنه حيكسب ماتش هناك وإن شاء الله يعني أنت طالحات النادي آلي أنا مش هلعب على التعادل ولا هلعب على إن أنا أخسر بيجون مثلاً يعني أنا هلعب على إن أنا هكسب الماتش هناك هيلعب كده مستور فيدر يعني أعتقد أن ده لو فكرت في التعادل أو فكرت أنك تدافع طول الوقت أعتقد أن ده مش يكون في مصلحة النادلات لابد أن يكون هناك على الأقل عندك توازن دفاعي وهجومي يعني بحيث أنك في الوقت اللي بتغلق كل الطرق المؤدية للمرمى من ناحيتهم لا سيما أنهم فريق عنده سرعات عنده اختراقات مهمة جدا من رونك بتحركوا كويس من الأطراف كل ده أعتقد أن مستر فيلر تشافه ويقدر يتعامل معاه حنشوف فرقة مختلفة غير اللي شفناها في القاهرة لأنهم في القاهرة كانوا بيدفعوا بشكل كبير جدا وبيعتمدوا إلى حد ما على الهجابات المرتدة عن طريق لعب أو اتنين ومستغلين السرعات ومستغلين اندفاع الأهل في الوجوم يمكن حتى المسلماني لاب على ده بدرجة كبيرة جدا في الشود التاني لو لاحشت أنه هو كسف وراء أوي وهو متوقع أن الأهل مؤكد لما طلع الشود الأول سلبي الأهل ما قدوميش حل بقى أنه هيدافع بكل قوة وبالتالي فيه بساحات هيتظهر خلف المدافعين وسط الملعب هيدافع يقدر يتحرك حاول يعمل ده لكن قتل المباراة مبكرا بهدف تقريبا إن شاء الله ده هيا يعني كمان اللي هو كان عايز يعمله معنا إحنا نقدر نعمله معه هناك إنه هو مؤكد إنه هو سيسعى بكل قوة لتعويض فريق الهدفين ولن يستطيع أن يفعل ذلك مع النادي الأهلي إلا إذا هاجم بعدد كبير جدا من اللاعبين لأن الأهلي مش فريق قليل والأهلي الحمد لله عنده دلوقتي خط دفاع قوي ومتماسك وعنده خط وسط قوي وعنده مهاجمين خطرين وبالتالي اللي هي قدر يلعب على المساحات اللي هتكون موجودة اللي هيتركها لقابه ساندونز في الخلف ودي يعني هيكون لعب أي فريق من الاتنين سلاحة زوحدين خصوصا بالنسبة لساندونز هو اللي محتوط تحت ضغط لأنه هو اللي متأخر بأدفين يعني